بعد الدرس صلي كيف نتوضع نعم أنوي بقلبي بسم الله أغسل الكفين ثلاث مرات استحبابا ثم آخذ ماء بيد اليمنى التمضب أدخل الماء في فيه وأسحب الماء بمن خريه ثم أخرج الماء من فيه وأخرج الماء من الأنف هواء مع اليد اليسرى مرة أو مرتين أو ثلاث مرات ثم أغسل الوجه من منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن مع ما استرسل من اللحية مرة أو مرتين أو ثلاث مرات ثم أغسل اليد اليمنى كاملة الكف إلى استوعب المرفق لا يكفي غسل الأول الذي كان الكف الآن هنا ركن غتغسل اليد كاملة اليد اليمنى ثم اليد اليسرى دون أن أغسل العضد هذا نعم ثم بعد هذا أمسح ولا أغسل الرأس تبدأ بمقدمة الرأس إلى القفة ثم تعود مرة أخرى ثم تدخل هذه السباحتين في صماخي أذنيك وبالإبهام تمسح الظاهر مرة واحدة فقط مسح لا غسل بالماء لا نمسح الرقبة نعم فقط مرة واحدة للرأس ولا تأخذ ماء جديد للأذنين ثم تغسل الرجل اليمنى مع الكعب دون أن تغسل الساق والسنة أن تخلل بين أصابع الرجل بهذا الأسبع الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى وتقول بعد هذا الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام نواقض الوضوء الخارج من السبيلين مطلقا الخارج من القبل من الدبر من الذكر من الأنثى بول غائط ريح دود حصى دم أي خارج من القبل أو من الدبر ناقض للوضوء النوم الإغماء السكر الجنون يعني ذهاب العقل النوم ليس بناقض للوضوء لكن هو مظن لخروج الريح من الإنسان يعني هذا الأخ هناك غلب النعاس هل وضوء صحيح أو لا هل وضوء صحيح أو لا؟ تشعر بنفسك؟ قال نعم أنا أشعر بنفسي وأسمع الدرس يمكن أن تشعر بنفسك وأسمع الدرس إذاً وضوء صحيح ثم وضوء صحيح قال لا لم أشعر ذهب كل شيء إذاً وضوء باطل ثم وضوء باطل أكل لحم الإبل أكل لحم الجزور ناقض للوضوء طيب صفة الاغتسال الاغتسال على صفتين صفة كاملة مستحبة والصفة سهلة نبدأ بالصفة السهلة ينوي بقلبه يسمي بسم الله يغسل جميع البدم بالماء مع المضمضة واستنشاق واستنثاء يخرج بهذا وصلي لا يحتاج التوضع أعيد مرة أخرى ينوي بقلبه يسمي بسم الله يعمم جميع البدم بالماء مع المضمض واستنشاق واستنثاء الثاني من الاقتصال أكبر اقتصال أول شيء يغسل الفرجين القبل والدبر ينوي بقلبه يسمي بسم الله يقول بسم الله إذا في الحمام لا يجهر بالتسمية يغسل كفين يتمض مضم يستنشق واستنثر يغسل الوجه يخلي اللحية يغسل اليد اليمنى ثم اليد اليسرى يغسل الرأس روي بالماء مع الأذنين ثم يغسل الشقة الأيمن كاملا ثم يغسل الشقة الأيسر كاملا ثم يغسل الرجل اليمنى ثم يغسل الرجل اليسرى يخرج بهذا يصلي أعيد مرة أخرى يغسل الفرجين القبل والدبر ينوي بقلبه يسمي يقول بسم الله يغسل كفين يتمض مضي استنشق استنثر يغسل الوجه اليد اليمنى اليد اليسرى يغسل الرأس مع الأذنين الشقة الأيمن الشقة الأيسر ثم الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى ثم الرجل اليسرى متى يجب الاغتسال إسلام الكافر الكافر إذا أسلم يقتسب موت غير الشهيد أي مسلم يموت لابد يغسل إلا الشهيد شهيد المعرة المرأة إذا طهرت من الحيض والنفاس المرأة إذا طهرت من الحيض والنفاس أو المرأة إذا خرج الماني من مستيقظ أو من نائم الجماع هذا أمور يجب بعدها الاقتصال ستة بعد هذه 6 أرواحات التي قمت بتسجير قمت بتسجير صفة التيمم The description of how to perform تيممم ينوي بقلبه يسمى بسم الله يضرب بباطن الكفين على الأرض على الأرض تراب طين رامل صخر خشب موكيد سجاد جدار سراميك حديد شجر على الأرض تراب أو طين أو حصة أو سخر أو رمل ضربة واحدة على الأرض ثم يمسح الوجه ثم ظاهر الكفة اليمنى ثم ظاهر الكفة اليسرى يصلي أعيد مرة أخرى ينوي بقلبي بسم الله ضربة واحدة على الأرض يمسح الوجه ظاهر اليمنى ظاهر اليسرى متى يتأمم عند عدم الماء عندما لا يوجد الماء أو عدم القدرة على استعمال الماء مثل برد شديد أو مرض أو عندما لا يستطيع بمسار أو أعضب و الله أعلم و صلى الله عليه الصحب والسلام و جزاكم الله خيرا نعم في السؤال ما يتعلق بالدرس نعم الشيخ لا وانت قائم نعم ذكرنا في نواقض الوضوع خروج الدم لا إذن غير ناقض لكن الدم الخارج من القبل من الدبر ناقض للوضوع من يتكلم ممنوع الكلام نعم يا أخي سلام أعطيناكم طريقتين للاقتصال نعم هل هناك طريقتين لنقذ غسل أو لنقذ الشيخ نعم الشيخ نعم الشيخ نعم نعم كل هنا كما هذا وكما هذا بسم الله ضربة واحدة والوجه وهكذا وهكذا نعم نعم بسم الله بسم الله بسم الله أيوة واجه أيوة تمام جزاك الله خير ما شاء الله تمام نعم هنا يريد أقسل لا ينقذ الوضوع لكن هذا فيه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم نعم مخالفة مخالفة سألت كلمة لكن هذا مجرد إلى الشمان وضع البيت أصلاح سألت كلمة شكرا سألت كلمة سألت كلمة أسفل سألت كلمة سألت كلمة سألت كلمة أصلاح شير خلق واقف لا 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 وقت خلق واقف ولو ممنوع الكلام خلي واقف إخواني ممنوع كلام أخواني ممنوع كلام أخواني ممنوع كلي져 wouldn't they ask us to people I ask you why is he asking this one اسألني أنا. تعال هنا يجلس. تعال الشيخ. لا 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 تجلس. أصبر. في أسئلة من النساء. نعم نعم. أصبر. لا 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 تجلس. في أسئلة من النساء. نعم. نعم. في جمعة. يجب أن أقوم بأسئلة. إذا كنت أقوم بأسئلة. أو بأسئلة. نعم. الله أعلم. نعم. أظن أنه يسأل هذا السؤال. أظن أنه يسأل هذا السؤال. هل هذا السؤال سأله؟ هل هذا قصته في السؤال؟ خلاص. الله أعلم. نعم. الله أعلم. نعم. الشيخ هو كان يسأل إذا كان على المكتب تراب مثلا. أي تراب؟ يعني. لا يوجد تراب. لا. لا يوجد تراب هنا. لا يوجد تراب قليل. لا لا. الآن عندنا في المستشفيات يأتوا بتراب قليل أو قطعة من حجر. يستطيع لو حجر صغير يضرب عليه يستطيع. نعم. 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 إذا كان مريض هل يمكن أن يحمل معه تراب؟ يحمل معه تراب ما في مشكلة أو يحمل معه قطعة حجر مثلا. نعم. في المستشفيات الآن يعني المريض يبقي عنده قليل من التراب أو حجر يتم فيه. نعم. نعم. صحيح أن يسئل معه تراب قليل أو أحد الأمر أو أحد الأمر. نعم. يسأل على أن يكون المريض يجب فيه وتراب أحد الأمر أو أحد الأمر أو أحد الأمر. نعم. لا يسأل على كل أحد الأمر. هل كان أسأل مريضا؟ نعم. ابداً. إن حسن الله عليكم. في الحجر والغسل يجب أن يسأل حاجر أبواب في الخصوات. الإجراء الأبواب. هل يعني في غسل لازم أن تقسل العين في الداخل داخل العين كيف يعني يقسل العين من داخل لا يكلف الله نفسه إلا وسعى اسمع معي الوسواس من من ها اسأل يا شخ جاوبوا شخ اسألهم بالإنجليزي نعم وسواس يعني that whispers من من شيطان وانت تعبد من لماذا ورا الوسواس من أين يأتي وسواس أترك الشيطان الإسلام الدين الإسلامي يجب قطع الوسواس بعض الناس يبقى في حمام ساعة لماذا؟ لماذا؟ وسواس ماذا الوسواس؟ لا يمكن يصنع هذا مسلم هذا موسوس ما ففوم؟ خليك معي انت بس نعم نعم لا يص مسلم لا يلتفت للوساوس ما عندنا اقتصال يغسل عينين المسلم لا يلتفت للساعة لأنه لا يلتفت للساعة لا يلتفت للساعة نعم جزاك الله خير يقول الآن صلاة العشاء نعم إذا كان مدافع يعني شيء يريد ينزل هو يمسك لا ينزل هذا الصلاة هنا محرمة المشكلة في الكثير المشكلة في الكثير يعني شيء يريد أن تنزل وانت تمسك كيف تصلي كيف تصلي كيف تصلي كيف تصلي كيف تصلي تركيز نعم تركيز لا تركز لا يأتي خشوع نعم نعم final question one question only نعم وياكم يعني يعني يسنع حكذا مع الوضوء يعني أن هذا الرقم اليد أيها يعني بين المفاصل هل هذا يدخل في هذا لا إذا تحقق أن الماء دخل حتى الرجل سنة لأن لابد تتحقق من وصول الماء فإذا الماء كثير يعني الماء وصل بإذن الله لا يلزمها كذا مئة بالمئة نعم هل تحتقق من وصول الماء يسنع حكذا إذا اخبتك إنه انتظر لأنه سنة فإن يمتحك إنه من أكثر لأنه سنة إنه سنة لأنه سنة ستققق من وصول الماء بسفل نعم تسوى ماهي سنة وضع في الطائرة وضع ليش تيمم يتوظف الطائرة موجود في حمام يوجد ماء يا أخي أصبر معي الطائرة دائما موجود ماء الحمد لله تمام أنا أجيبك تعال 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 هنا لا حول ولا قوت نعم الشيخ إبراهيم هذا يقول أنا في الطائرة أو في القطار جاء وقت صلاة الفجر يخرج وقت الصلاة ماذا أصنع لازم تصلي الصلاة ما تؤخر حتى يخرج الوقت يوجد ماء توظف ما يوجد ماء تيمم قال ما يوجد لا ماء ولا صخر ولا تراب يبحث عن مكان فيه شيء من الأرض حجار أو قليل لوم من التراب يتيمم عليه المهم لا يؤخر الصلاة عن وقتها لا بد يستقبل القبلة في الطائرة أو في القطار في الفريضة بالجوال استطيع يحدد القبلة يصلي لا يكلف الله نفساً اللي تقدر عليه لا بد تفعل واللي لا تقدر عليه سقط عنك الله لا تقدر عليك سقط عنك لا يكلف الله نفساً نعم شوف كيف يسأل هذا طالب يعرف كيف يسأل نعم شاهدت لك كيف يسأل نعم بارك الله فيكم جزاك الله خير هذا عندي سؤال 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 هذا ليس أدب نعم لابد من الأدب صحيح؟ نعم يجب أن يكونوا ماناً كيف يمكن أن يقول لدي أسأل لدي أسأل لدي أسأل لدي أسأل هذه الأسأل عندما تتعلم المساعدة نعم أنت تعرف في الصلاة في السجود أو عندما ترى الشابت هل يجب أن يضمونها مثل هذا أو أفره مثل هذا لا لا يضم رجلي في السجود حتى الأصابع يضم هكذا نعم أصابع اليد أصابع اليد مضمومة هكذا نعم نعم الى القبلة مضمومة هكذا ما يفرجها الى القبلة حدوى الأذنين ومن كبين في السجود نعم فهمت؟ تفهمت؟ نعم، كيف هو التشاهد؟ في التشاهد؟ التشاهد هكذا، مضمومة صابع نعم، أيوه، نعم نعم، 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 لا، مضمومة، نعم، يقول فلان نسل عافية السلامة في السجن وضعوا السلاسل القيود في أديه في رجليه تطهر من بول لا يستطيع توضع لا يستطيع تيمم لا يستطيع ستر عورة لا يستطيع استقبال قبلة لا يستطيع يقوم لا يستطيع ماذا يصنع؟ يصلي على حاله لكن يصلي مشرك لا، لأنه لا، هذا يستطيع كل أحد نعم، مفهم؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها نعم، 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 أترك هذا يا شيخ أنت نعم، أسئلة أخذ أترك ما نريد، أسئلة هنا، ما أنتهينا من ذول نأخذ هذا نعم، لدي أسئلة هنا؟ لا لا لا، أسئلة هنا انتهى، أعطينا هذا خلاص، نعم، واحد يسأل، هل نقرأ سلطة الفاتحة خلف الإمام؟ نعم، نقرأ الفاتحة في السرية و في الجهرية و في كل وقت نعم، نعم، أنتهى الإمام من القراءة تقرأ في كل صلاة، أحوط حتى لا تعرض صلاتك للبطلان، نعم، نعم، سو، يعني، آج شيخ أقول، خلك معي يا شيخ، لابد تقرأ لأن هذا أحوط، ولا يستطيع أحد أن يقول صلاتك باطلة، نعم، لذلك يجب أن تقرأ، عندما تقرأ من القراءة، ثم تقرأ سلطة الفاتحة خلف الإمام، نعم، نعم، مع لبس الجوارب، تمام، أكلم، استنى، اثنين، 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 أيوه، ما شاء الله، ممنوع الكلام، هذا معك، كيف أمسح على الخفين على الجواربين؟ لابد أن تتوضع وضوء كامل، تقسر رجلين بالماء في الوضوء، وأنت بعد الوضوء، تلبس جواربين، هذا الشرط الأول، يعني تتوضع وضوء كامل، تقسر رجلين بالماء، ثم تلبس الجواربين، وأنت متوضع، أن تكون طاهرة، الجواربين لا نجيسة، أن تكون ساترة لأكثر القدم، عندنا جوارب الآن كذا قصيرة يظهر الكعب منها، هذه الصحة المسع لها، ما مشكلة، لأنها تستر غالب العضو، لأنها تتوضع الكثير من الجواربين، وأن يمسح عليها في الحدث الأصغر، مو الأكبر، نعم، في الوضوء، مو في الاقتصال، الاقتصال لازم يخلع ويقتصال كاملا، وأن يكون المسح عليها في الوقت، 24 ساعة للمقيم، 72 ساعة للمسافر، وهذا الشروط الخمسة أستطيع أمسح، ألبس على وضوء كامل، طاهرة، تستر أغلب العضو، في الحدث الأصغر للأكبر، في الوقت، تمام؟ أستطيع أمسح، كيف أمسح؟ هون فقط على الظاهر، فوق، مسح هنا، مسح هنا، يستطيع أن يمسح، باليدين أيضا، ما في إشكال، إما يمسح اليمين ثم اليسار، أو يمسح بالإثنين، هذا الشيخ، توضع صلاة الفجر، ولبس الجوربين، انتقض وضوء بعد الفجر، بعد صلاة الفجر، الساعة واحدة ظهرا، توضع، ومسح على الجوربين، متى يبدأ الوقت؟ الآن الساعة واحدة ظهرا في يوم الخميس، وين من الموقف؟ اذا مقيم،RA إلا يوم الجمعة الساعة واحدة ظهرا، وإذا مسافر، نعم، يمكن أن تنصح الأخوات أن تغطي القدمين ليس بالجوارب فقط وحتى بالجلباب في خارج ولا في الداخل ولا في الصلاة ما قيد في الصلاة المرأة في الصلاة إذا لبثت لبست ثوب سابق لا يلزم أن تلبس جوربين هذا يقول الشيخ بن عثيمين وشيخ الإسلام رحمة الله الجميع إذا صلت المرأة بدون جوارب لكن الثوب طويل لا يلزم أن تلبس الجوارب نعم نعم لكن إذا خرجت إلى الشارع هذا في الصلاة فما بانا إذا خرجت في الشارع من باب أولى لابد تستر كل البدن نعم مع النقاب ما تستطيع نقاب كمامة سبحان الله تلبس الكمام من أجل كورونا ولا تلبس كمامة من أجل فتنة أي أخطر نعم 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 يا أخي هذا ما عليش سؤال نعم وعليكم السلام عليكم وعليكم السلام عليكم أنت محامي سؤال أنت محامي هو يتكلم طيب اسأله هذا محامي هل أنت محامي أو أنت محامي أو أنت محامي هذا محامي أهنا ما أتين يا رجل لا يتكلم لا يوجد محاما هنا عندكم خجول الحياة لا يتلّا بخير إذا معك شهادة محاما نقبل تتكلم عنه إذا ما أنا معك هو يتكلم وهذا أيضا معه لا يتكلم إلا محامي معه شهادة سبحان الله هذا يتكلم أنا أسبع لمن نعم نعم يا الله بسم الله الحذاء ماذا عن الحذاء حذاء جزمة ولا حذاء الحذاء لا في فرق بين الحذاء المفتوح وهذا الجزمة المغلقة آه نعم إيش سموه أنتم شوز لكن هذا الجزمة المغلقة يريد يمسح عليها إذا لبسها على الوضوء يمسح عليها طبعا بهذه الشروط لكن الحذاء المفتوح هذا لا مثل عندنا إحنا والسعوديين آه نعم ساندوز لا علينا خصبر هذا كل محاميين يتكلمون أنا أتكلم معك لا أحد يتكلم يا أخوانا إنها لي الله وإنها ليه راجل والله يحصل مشكلة هذه شوشرة فهمت الشيخ هذا الجزمة أكرم كالله يستطيع يمسح عليها إذا أدخل على الوضوء أما الحذاء لا ما يستطيع يمسح عليها اللي هو إش سموه أنتم ساندوز كلها نعم طيب قال أنا لا أدري طاهر أو لا الأصل الطهارة قال هذا مدن شاينة هذا مدن شاينة طيب حتى لو مدن شاينة طاهر الأصل طاهر نعم لا إشكال مفهوم تمام هو يقول ما أنا نعم إذا لبست الحذاء وخلعت الحذاء أيوة تمام هذا الأخ قلنا لبس هذا من صلاة الفجر ومسح عند صلاة الظهر وصلاة المغرب وصلاة المغرب وصلاة العشاء مسح ثم جاء إلى المسجد وخلع هل يصلي أو انتقض الوضوء الوضوء لم ينتقد مثل هذا الشيخ إبراهيم توضع الآن ومسح على الرأس ثم حلق بالموس الرأس ينتقد وضوء لا تمام سؤال جديد سؤال جديد الآن مسألة جديدة هذا توضع للفجر لبس الجوربين وجاء عند الظهر مسح ثم جاء للمسجد خلع الجوربين الصلاة صحيحة ووضوء صحيح لأنه ما جاء ناقض من واقض الوضوء لكن بعد صلاة الظهر لبس الجوربين يستطيع يمسح لأنه لبس على طهارة مسح لا طهارة وضوء كامل للرجلين بالماء نعم لأنه لبس على طهارة مسح لا طهارة وضوء كامل للرجلين بالماء نعم يعني خلع الحداء أيوه جاء العصر ومسح عن جوربين يصح نعم نعم So I asked regarding if he make the wudu complete then put on socks and then wore shoes wiped over the shoes at ظهر time then took off the shoes can you wipe over the socks that are underneath the shoes and the shaykh said نعم نعم خل ننتهي نعم 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 كيف تعرف المرآة أن انقذت الحيد؟ لا هذا مسألة كاملة سنتكلم إن شاء الله في الحيد نعم 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 ستحدث عن المنزة عندما نتحدث عن المنزة لا يلزم مسأني أنا ولا تطول علي المنزة حتى يتبعون نعم يتابعون تكلمنا نعم 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 هذا كيميكال تقول أوش؟ مثل كيميكال نعم 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 الكبير في سن يلبس يعني هذا لا يمكن أن يمشي للقضاء الحاجة يمسي النبي أنا لا أعرف الاسم يلبس شيء للقضاء الحاجة حفاظة 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 هذا ليس ناقض من واقض الوضوء هذا ليس ناقض الوضوء نعم نعم باقي ورقتين ننتهي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله السائل تخرج من المرأة يعني ليس من أعرف يعني هل يستلزم الوضوء كل مرة؟ يعطينا اللي بعده بس أنت بعدين نتكلم كل أسئلة هذه مشكلة هذا يسأل هذا يعني السؤال عام طيب هذا نصيحة ونختم سيكون هناك نصيحة ونختم سنقوم بها إن شاء الله النصيحة النصيحة أنت الآن لابد تطلب العلم لا يلبس عليك الشيطان لا يقول أنت في هذا البلد لا تستطيع تطلب علم وأنت كبير في السلم وأنت لا تعرف لغة عربية وأنت كذا ولازم أسافر إلى دولة كذا حتى تطلب العلم من يعلمك؟ من؟ الله أطلب من الله أن يعلمك لكن لا تلعب استمع إلى دروس العلماء لكن عالم واحد استمع إليه يعني لا تستمع مرة هنا الشيخ بن باز ومرة هنا بن عثيمين لأن هؤلاء يعني هذا يقول تعريف وهذا يقول تعريف آخر هذا يقول تقسيم لا امسك عالم واحد يعني مثلا اليوم نحن درسنا صح؟ ماذا درسنا؟ ماذا درسنا؟ سنن الفطرة صفة الصلاة صفة الوضوء هذا الدروس المهمة العامة الأمة سهل جدا تدخل على جوجل تكتب معهد السنة هيثم صرحان تسجل تسجيل جديد تدخل في دورة بالعربي بالانجليزي بالروسي فرنسي أردو فارسي موجود اختار اللغة اللي تريد يخرج لك الكتاب فيديو قصير ثم بعد هذا اختبار قصير حتى نعلم أن المعلومة وصلت معلومة صحيحة رسبت يعيد لك الاختبار لأن الغرض من اختبار أن تفهم نجحت تنتقل المرحلة الثانية تطلب العلم في النهاية الكتاب يعطيك شهادة تستطيع تدرس تطلب العلم والحمد لله يا أخي الذي لا تستطيعه يعني منه الكثير تستطيع منه القليل تستطيع تطلب العلم إذا لم تستطيع تفهم الكثير تستطيع تفهم الكثير تستطيع تفهم الكثير لا يمكن تطلب العلم في واتساب في تويتر في تليغرام هذا ما في طلب علم هناك لا يمكنك تستطيع تحرير الكثير من طريقات واتساب ومتالج هذا ليس تحرير الكثير هل سمعت أن أحد تخرج من مدرسة جوجل؟ سمعتم؟ هل سمعت أن أحد أحد تتطلب من مدرسة جوجل؟ لا لكن موقع موثوق تطلب العلم وتفهم أحسن لكن موقع موثوق تطلب العلم وتفهم أحسن من يمكن أن تذهب ونقوم بها أفضل لك طيب أن الشيخ لديه ونقوم بها نعم لا تذكي أنت بس لا الشيخ أنت بس أنا أذكرهم تمام في خلاص نكتفي بهذا كم الساعة الآن؟ الآن ساعة تاسعة وربا والأذان؟ وين ساعة أذان؟ تسعة تاسعة والنسب يعني ما عندها مشكلة أن نكمل تاسعة والنسب؟ لا يوجد مشكلة أن نكمل تاسعة والنسب؟ نعم حتى غدا شخ فجر؟ أنت فجر؟ نعم؟ 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 ما شاء الله تمام؟ يا الله بسم الله أعطينا منهنا السؤال نعم؟ 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 شكرا، السجود السهو يقول، كيف نسجد للسهو؟ هاة مشكلة، سجود السهو، أولاً متى يعني يسجد للسهو السهو عندنا ينقسم إلى قسمين بعد الفراغ والانتهاء من العبادة الشك الشك ينقسم إلى قسمين بعد الفراغ والانتهاء من العبادة هذا لا يلتفت إليه إطلاقاً مفهوم مثاله هذا صلى الآن سنة المغرب ركعتين وانتهى وجاء الشيطان بعد الصلاة قال أنت لم تقرأ فاتحة في الثانية 99% لا يرجع يعيد لو أعاد آثم الصلاة انتهت إذا ما يرجع إلا مئة بالمئة يقين إلا مئة بالمئة يقين قال أنت متوضع قال لا أدري قال نراجع لا أنت كبرت على أنك متوضع مفهوم ما تقطع الصلاة لو تقطع الصلاة آذن هذا توضع ودخل مسجد هنا يمسك رأسه يشوف أذن يقول والله ما مسحت انتهى الوضوء انتهى لو رجع أعاد الوضوء آثم مفهوم طاف سبعة أشواط وصل ركعتين وخرج إلى الصفا وخرج إلى الصفا سعي وقال والله ممكن تسع وتسعين بالمئة ست مرات أطوف أغلق هذا قلق هذا لو رجع آثم انتهى الطواف ما يرجع فهمت؟ تمام هذا بعد الانتهاء الشك داخل العبادة في وسط هذا صلى الظهر أربع ركعات في وسط الصلاة هو يشك ثلاث ركعات أو أربع ركعات ماذا يصنع؟ لا نسأله هل هذا دائم؟ قال نعم دائما هكذا دائما نقل أنت موسوس دائما أربع ركعات دائما أربع ركعات قال لا ممكن تكون ثلاثة صلاة باطلة نقل لا أنت موسوس أربع ركعات دائما قال هذا اقتسلت ولم أقسل عينين قلنا قلنا غعينينك غسلت لا تخاف جاء رجل إلى عالم قال يا إمام قال يا إمام أدخل في البحر وأخرج وأعتقد أن مني جزء في الجسد لم يأتي المح وأعتقد أن هناك جزء في الجسد التي لم يأتي المحل ماذا علي؟ قال أنت لا تصلي قال لماذا؟ قال لماذا؟ تسقط عني صلاة؟ قال نعم قال نعم صلى الله عليه وسلم قد رفع القلم عن ثلاثة أنت واحد منهم مجنون نعم إسمع أي إنسام وسوس نقل تختار واحد من اثنين أما تترك صلاة أو تترك وسوس ما يختار؟ ترك الصلاة؟ لا ترك الوسوس لكن لا تضحك على الموسوس أدعو الله له مريض لكن أحسن طريقة هي طريقة السنة نقط على الوسوس قلنا لكم بعض الناس في الحمام نصف ساعة يقفز في الحمام والله قل الحمد لله هذا مشكلة فكثير الوسوس نقول أربع ركعات قال لها أنا قليل مرة واحدة كل سنة يأتيني السهو تستغرب هو يستغرب من هذا مرة واحدة في السنة عندنا إمام صلى بالناس أكثر من أربعين سنة إمام في المسجد النبوي لم يحفظ عنه مرة واحدة أنه سجد للسهو أربعين سنة ان امام في المسجد النبوي سنة 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 ساعة لماذا؟ 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 لأن المكان يضعنا علي هناك الدنيا لأن المكان الذي تتحرك، أنت تتحرك الناس، تتحرك الناس هنا الهاتف، والزوجة، وأوراق، مشكلة نعم، الهاتف، أيضاً المنزل، هذه المشكلة مهمة صحيح؟ لا، تدخل المسجد كل شيء في الخارج خلاص، هنا آخرة عندما تكون في المسجد، اترك كل شيء في الخارج خلاص، الأ唯一 شيء لكي تتحرك الناس هنا تمام، فقليل يأتيه سهو، مرة في السنة نقول، تبني على ما ترجح لديك، أنت غلبة الظن أربع، يجعلها أربع أشد للسهو، غلبة الظن ثلاثة، يجعلها ثلاثة، ويأتي بالرابع أشد للسهو إذا غلبت الظن، ما غلب عليه الشيء؟ لا يترجع عندي، لا ذلاثة والأربع، ماذا نصنع؟ هنا يبني على الأقل، على الثلاثة، ويأتي بالرابع أشد للسهو، صفة سجود السهو، بعد التشهد، والصلاة الإبراهيمية، الله أكبر يسجد، ماذا يقول في السجود؟ كل سجود يقول في سبحان ربي الأعلى، سجود الصلاة، سجود السهو، سجود الشكر، سجود التلاوة، سجود القرآن، كل يقول سبحان ربي الأعلى لازم الله أكبر يجلس، ربي غفر لي، الله أكبر يسجد، سبحان ربي الأعلى، الله أكبر يجلس، يسلم، لا تشهد هنا، صحيح؟ اللهم أنك عفون، تحب العفو، عفو عني، أسهل شيء، إهدنا الصراط المستقيم، كله يحفظ، ما شاء الله، كله يذكرها، يقول إنه أذكار، يقول إنه يجب أن نحن نحن نريدهم، لنطبعهم، لكن العفو، الأسطور، الأسطور، فالصلاة يقول إنه يسجد، يقول إنه يدنا الصراط المستقيم، يعني الله قادرنا على نطبق نعم. خلاص. أذان؟ لا. ثلاث تقال. لا حول ولا قوة. نستغل الوقت. لا لا. هذا سأل. نعم. نعم شيخ. نعم شيخ. وياكم. تمام تمام. تحية المسجد. لا يمكن أن تدخل إلى المسجد وتجلس بدون تصلي ركعتين. فماذا نصنع؟ أدخل المسجد وقف هناك في الآخر. تكلم. شف جوال واتساب تليجرام. صح؟ لماذا تدخل المسجد؟ لعبادة الله. مجرد تدخل المسجد رجل تقدم للصف الأول. مرأة هي اللي تبقى في الخلف. أو تحت مصلى النساء. مفهوم؟ تدخل هذا بيت الله. لا تلعب. تقدم صلي ركعتين. اقرأ قرآن. استغفر. أما تتكلم تنظر في الساعة واتساب تليجرام. أما تتكلم تنظر في الساعة واتساب تليجرام واتساب تليجرام أخرى من هذا؟ أعرف. دخلنا صلاة الفجر. أذل للفجر. أصلي ركعتين سنة فجر. سقطت عني ركعتين تحية المسجد. مفهوم؟ تمام. هذا الأخ وقف سيارة هنا خطأ. الله يهديه. نعم. ونزل. غير مكان السيارة. راجع. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله. هو لم يخرج من المسجد أصرا. الشيخ حثيمين تقول أن هذا المسجد رحمه الله. لم يخرج من المسجد الأولى. أما هذا يذهب إلى السوق ويتقضى ويرجع. قال أنا باقي في المسجد. لا أصلي ركعتين. لا. لكن هذا خرج عند الباب وراجع. نعم. يعني لم ينو الخروج من المسجد. نعم. مفهوم؟ تمام. تمام. بحيمة الله. المترجم للقناة دخل المسجد أذن ولا لم يؤذن خلاص يدخل على وقت الأذان ينتظر حتى يؤذن ثم يصل لركعته نعم لكن لا يجلس ينظر في الساعة ويفتع يا استغفر يذكر الله يا أخي الان أفضل مكان عندك في أوروبا أين مسجد لو اشتطعت أن تبقى كل الوقت في المسجد ابقى أحسن لك والله لكن بعض الناس شياطين وخرب حتى المسجد نعم في المسجد يتكلم في السياسة قال تعرف ماذا حدث اليوم في أوكرانيا حكومة بريطانية تعرف أسعار ارتفعت لماذا هذا الكلام في المسجد وأن المساجد لله طيب بعضكم ما يعمل لماذا لا تنكر عليه تقول مساجد لله نعم 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 الشيخ mentioned الله mentioned that the English when doing the masajid the houses of Allah are for Allah سبحانه وتعالى قول upon other than Allah so why if you notice why don't you say this person the masjid is for Allah ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه هذا من أعظم الناس ظلما الذي يخرب المساجد لا يجعلها يذكر فيها اسم الله سبحانه وتعالى نعم بالله لو يدخل كافر الآن ويرى واحد نائم واحد يشرب شاهي واحد متكي واحد يلعب واحد فاتح واحد اش اسمه هذا العاب المهم يقول ايش هذا هذا كافي او ماذا صح لا 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 يؤتى الاسلام من قبلك نعم لا مانع نأكل في المسجد ما في مانع لكن نجعل مسجد مثل الكافي لكن نجعل مسجد مثل الكافي ها ممكن ها ممكن لا لا تأكل للضرورة تحمل طعام كذا ممكن في رمضان وقت خصير اما من يأكل من المغرب الى بعد العشاء يقول انا صائم نعم في بيتي ما يصنع هذا والله like to eat because you have a need to do so there's no problem just like in ramadan you have a short time you might have to eat for example you break your fast But for a person to be from Maghrib to after each other, eating and saying, yeah, I'm fasting, this doesn't work. نعم الحمد لله جزاكم والله خيرا يا أخوانا مهم جدا أن نتعلم مهم جدا نتعاون مهم جدا نكون أمة حقا أتباع للنبي صلى الله عليه وسلم نعم الشيخ said it's a must, my brothers and sisters, we have to learn and we have to cooperate and we are the um of the prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam عيم أنا كل ما آتي هنا أعلم الصلاة هذا عيم it's a shame every time I come here I'm teaching this salah لماذا why عندما آتي مرة أخرى قل لا تعلمنا الصلاة اسألنا عن الصلاة شروط الصلاة أركان الصلاة واجبة الصلاة مبترة الصلاة أنا أجيب نريد نتعلم أكثر نعم هكذا الشيخ wants to come again and he doesn't want to say he wants you to say الشيخ don't teach us the salah I will tell you everything he taught about the salah we want to learn something else now صحيحة ولا ولا هذا ضياع للوقت الآن this is a waste of time now هل تستطيع تعيد أول ابتدائي؟ صف الأول ابتدائي الآن هذا يستطيع لو قالوا عيد أول ابتدائي تدرس مع الأولاد الصغار يعيد can you go back to primary school now يقول لا قال نعطيك مليون قال ما أريد اختبروني صح أما علم قال عيد ما مشكلة لا نريد نتعلم نريد نرتقي نرتفع نعم حتى أخوانكم علموهم هذا اللي يصلي بجانب يقول لا اليوم أخذنا سجود عضا سبعة لماذا لا تضع أنفك على الأرض لا تفتي لا تتفلسف يعني لا تقل المسألة فيها ثلاثة أقوال هذا مو عملك انت لا واحد زائد واحد اثنين واحد زائد واحد يساوي واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد صح لا حتى الصغير يعرف هذا أنه واحد زائد واحد زائد واحد يساوي ثلاثة نعم ما يساوي واحد أبدا مفهوم؟ هذا يقوله الذي لا يعرف الحساب نعم لا تتفلسف لا تفتي انقل نفس كلام العلماء علموا الناس share the speech of the علماء and teach the people صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم جزاكم الله خيرا so the shaykh hafza wa ta'ale he concluded by supplicating in summary asking Allah subhanahu wa ta'ala by his virtue that he gathered us in the highest ranks of Jannah of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and that he gives us the best of this life and in the hereafter and that will come to the end after saying salutations upon the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam فنسخل الشيخنا والحاضرين للقيام بهذه الدورة اليوم المباركة ونسى الله التوفيق والسداد ألم آمين دورة لا تنتهي الآن تبدأ دورة يخرج و أفتح معد سنة يدخل يا شيخ الله أهديك أنت الآن قلنا هذا الشيخ و لكن قلت لي لا ترد المعهد الشيخ said it's not over now like now you're able to go and continue studying you have to this is the entry like for some of us we was with the شيخ nine years ago and we had this program and some of you it's your first time but the opportunity to continue studying is there so this is you are to continue to do so to continue seeking knowledge and benefiting from the program and mashallah the sheikh's program is available in many languages and also share it with other people share with other people inshallah ta'ala and also the sheikh is here for a number of days going to different masajid whilst you are young and have free time embrace that methodology of traveling to seek knowledge as alhamdulillah we have the sheikh has come to us so at least try and exert effort in following where the sheikh is going so you play your part in doing your job of traveling to seek knowledge to an extent inshallah ta'ala يدخل معهد أحسن يكفي إن شاء الله إذا دخل إن شاء الله يستفيد just join إن شاء الله معهد السنة حيثم صرحان يكتب في google معهد السنة حيثم صرحان type this in google and it will come up and you can study there it's free you can study and test yourself إن شاء الله وكعلا نعم بزاكم الله خير بارك الله سبحانك بارك الله أستغفى بارك الله